السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو جماعة طبعا انتو قد شفتو الفيديو اللي انا عملته الفترة الفاتت ان انا زاي ادراع من اللعبة كاملة عن طريق الارموري والناس اللي اتفرجت على الفيديو هتعرف ازاي تطلع اللعبة دي للبي سي واعتقد انا بصراحة مش متذكرا انا مفتحتش الفيديو قبل الفيديو بان ادراع من اللعبة بالاندرويد والت طلعrays وباي عنا الرسول على عمله ف انا دي كنت شغال عليها وفنشتها ولما جاءت تطلع اندرويد بقيتها مش هتطلع فهنيجي نجرب مع بعض دلوقتي وهقول لكم المشكلة اللي بتحصل ايه وحلها ازاي انا دلوقتي هختار مسلا انا عايز تطلع اندرويد واقول له publish طبعا اللعبة دي انا بطلعها ظهر معايا مشاكل كتير بصراحة بس انا حلتها لان كانت مشاكل دايما في التسميات بشكل معين كيت المشاكل كلها ماشية من هذا القبيل يعني تمام آآ فانا حلتها يعني بس اكبر مشكلة واجهتني المشكلة اللي هتقابلنا دلوقتي انا بعامل publish للعب ظهر عندي اورleyeور والايررور لما بجي يدخل على permanent oglet system او الكونسول انا بصراحة مشاعرف الايررور بس ولكن الايررور فيه حاجة مشكلة في دا تلكيتة موبايل browser node يعني فيه مشكلة في النود دا باته يمكن بعدها حل تمام؟ طيب الحل اه بعتلهم في ديسكورد وهم شاكرين جدا اه انا بعتلهم فيديو بالمشكلة وانها بتحصل معايا وبعتلهم المسج شاكرين جدا ردوا علي فقال لي من ساعة بصراحة ردوا علي المشكلة دي صغيرة وقالوا لي انت بس انت هتدخل على المكان ده بتاع الارمري بالزبط كده وهتشيل الكود ده وتحط المكان الكود ده تمام؟ فانا هياخد الكود ده كده كوبي اوكي وهروح لي الارمري فين انا كنت عامل اهو سوري اهو هو ده بصوا انا مشيت ورا المسار اللي هو اللي عليه دخلت دخلت المشكلة الارمري سورس ارمري طبعا عشان نحطه هنا في الاف فهو المهم دخلت على اللوجيك نوت في الاخر وصرت موبايل براوزر نوت ممكن تفتح عن طريق اي حاجة انا ممكن افتح هفتحها دلوقتي عن طريق الارمري بالحالة سوف نفتح عن طريق تكست ادتور ودور على ده واشوف وحط مكانه طيب دلوقتي لو انا رحت هنفتح البرنامج من اولوجديد وهنفتح نفس الفايل كيف سوف نفتح البرنامج من اولوجود اوقف ما دلوقتي هنفتح البرنامج من اولوجود لانها اصحاب بتطبع اختار الاندرويد اهو واجه اقول له انا خلاص هو المفروض زبط الموضوع من قبل يعني انا اصلا اصلا من اعمل الحوار مش انا حطيت الكود فخلاص هو المفروض يزبط معي انا هسيبه لحد ما يخلص خلاص هو شغال تحت اهو هسيبه لحد ما يخلص خلاص هو اوتوماتيك اول ما يخلص بيدخلني اوتوماتيك على فالفولدر لو دخلنا على الفولدر يبقى انا كده معندش مشكلة اول ما يظهر ليش اي بروبلم هنا يبقى انا معندش مشكلة او كي فانا هسيبه لحد ما يخلص خالص وهنشوف شوية هيفاجئني دلوقتي احنا ممكن نتابع في الكونسول ولكن اوكي هو فتح على طول اوتوماتيك معانا هو فتح كده خلاص هو كده دخلني على الفولدر على طول اللي النزلت في خاصة بالاندرويد جيب كده انا نجحت في الحوار دوت وحتى انا كتبتلهم وقلتلهم ده اشتغل وشكرا جدا وهو عملني لايك تقريبا في الموضوع كان بسيط ولزيز وعدى بسرعة فانا حبيت اعمل الفيديو ده سريعا علشان لو حد قبله المشكلة دي مع الارمري فاتمنى ان تكونوا استفدتوا واتشو لك وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته